اهلا بكم الحقيقة فيه فيلم زمان جميل جدا اسمه الحكم اخر الجلسة اياما كانوا بيعملوا افلام حلوة بقى زمان يانا نور الاستاذ الله ارحمه نور الشريف استاذ بوسي عبدالعسيس مخيون فيلم دا كان رائع جدا وكان بيحكي قصة انه زوجها اكتشفت انه فيه مرض وراسي في عائلة زوجها فقالت وكانت حامل فانجدت في ذلك الوقت وهذا الفيلم في ذلك التاريخ لم يكن يدري بانه هناك تطور كبير سيحدث في عالم الطب اسمه الفحص الوراسي للاجن لانه في عائلات كتيرة عانت يا جماعة من فكرة مرض يمشي في عائلة يمشي في عائلة يعني بالترجمة الحرفية بنقول عليه بقى جينيتك رانز انفاميلي او ديزيز رانز انفاميلي يعني مرض بينتقل من الجد للأحفاد مرض ممكن يكون عنيف زي دمور العضلات زي ما في الفيلم ده صوره على فكرة تقريبا المالس التاكسي يعني مرض من امراض العنف الجنوني حالات زي حالة كورية كده عنيفة جدا واحد ممكن يخبط ويعمل هاج وبتاعه لكن الوضع الحالي في الطب نقف قدامه كثيرا جدا ده امام الفحص الوراثي اللي جدا واحدة من اهم الحلقات لانها حلقة شديد العلمية شديد التاحتياج اللي عندهم امراض وراثية في العيلة يستمعوا جدا لهذه الحالة وحتى لما عندهمش اللي ناوي يعمل الحال مجالي يستمع جدا لانه ده كور مهم دلوقتي في عمل الحالة المجاري حقيقة اكيد هيبقى الحوار اكسر امدعا واكسر دقة لانه ضي فيه واحد منا الكبار جدا في هذا المجال اسم بنفتخر جدا موجوده معنا واضافة هائلة ظهوره على الشاشة وكانت نقلة كبيرة جدا انه زي ما بقول الاساس الكبار يقبلوا دعوتنا ويظهروا معنا في شاشة التلفزيون لكي يعم الفكر العلمي الدقيق المضاقق المصحح على مستوى الوطن العربي فخ مصري كبير هو ضيفي العزيز القيمة العلمية الكبيرة ورائد القدير لعالم الاخصاب المساعد والحقن المجاري وعلاج العطم استاذنا استاذ الدكتور محمد يهان اي حالة في الدنيا عمل اتحان المجاري وفاشل طلاث مرات احنا بنعملها تقييم من الاول خالص نسبة الحمل في الدورة الناس الطبيعية خالص 18-20 مية تكشى ان البويضات تتأثر بسبب تقدم القادم الحمل الاولاني هو اختبار للزوج والزوجة العيام يجب انه هو يبقى بيسق ان الدكتور هيعمله اللي هو محتاجه مش اللي يعرفه الاستاذ الدكتور محمد يحيا استاذ امراض النساء والعقمة بقلية الطب جماعة عين شمس ضيف العزيز الاستاذ دكتور محمد يحيا نورت الفند مش عرف كبير دي نهازيز الله يخليك حياء اختيارك للموضوع فحص الوراس الاجنة موضوع صعب بس نقربوا للناس يعني ايه فحص الوراس الاجنة نبتدي الموضوع من الاول ببساطة شديدة جدا الخلية اللي في اي حتة في الجسم فيها 46 كروموزوم لكن لو احنا تضعفنا مش هنفضل زي ما احنا فتكوين الحيوان المنوي وتكوين البويضة بيتم اختزال الكروموزومات دي للنص فيبع عندنا 23 في الحيوان المنوي و23 جاي من الام يرجعوا يتحدوا مع بعض يتكون بني ادم ويتكون النواة اللي بتعمل الجنين من خلية واحدة وبعدين خليتين 4 6 8 لغاية متلا قاسم وتكون بني ادم اللابنة اللي بتبني الكلام ده اللي هي الكروموزومات اللي عليها حاجة بتسميها جينات جينات دي بتنقل كل خصاص البني ادم كل خصاص البني ادم دي عبارة عن ايه عبارة عن طوله ولون عيني وحيبقى ولد ولا بنت واستعداد وللأمراض ايه بيحمل صفة ورصية تخلي الست دي لما تجبر ممكن يجي لها سرطان في السادية ولا لأ كل هزيه الأشياء بتتحدد من اللابنة اللي ابتدت من الزوج والزوجة او من البويضة والحيان المنو كان فيه مشروع كبير او ايه لو هو مشروع الجينوم ان هما ابتدوا يفحصوا الكرومزومات دي والجينات اللي عليها والأماكن اللي هي شايلها كل واحدة منها بتعمل وبالتالي ببساطة شديدة قدرنا نعرف مكونات الجين البشري او الخلية البشرية الكرومزومات دي هات عليها ايه الأول كنا بنبص على الكرومزوم كله فنشوف ده واي وده اكس او فيه كرومزوم جزء منه ناقص كرومزوم فيه جزء منقول من واحد لواحد وده كله بيعمل امراض ورصية بعد كده ابتدينا نقدر مش بس نفحص ده لا احنا نفحص كمان لو فيه جين معين موجود مش كويس وبيسبب مرض وراسي نقدر نعمله لسه ما وصلناش للعلاج بمعنى ايه بمعنى ان احنا في حاجات قليلة قوي ليه علاج ان احنا نغير الجين ده او نغير ازاي الجين ده بيشتغل انما في معظم لاحيان لغاية النهاردة شغلنا ان احنا نشوف الخلية دي فيها كروموزوم مش مزبوط فما ننقلوش فبنعمل ايه احنا في الحال المجهاري بنجيب حيوان منوي وبويضة ويا ما نحطهم مع بعض او نحن جواها لغاية ما يحصل انخسام لما بنوصل للمرحلة اللي فيها الخلية دي او الجنين ده في تمانية تمن خلايا ممكن ناخد واحد منهم ونفحص ببساطة شديدة الكروموزومات اللي موجودة دي لقينا الخلية دي او الجنين ده في ثلاثة من اا كروموزوم واحد وعشرين يبقى البيبي ده الجنين ده لو سبناه هيجيب لنا مرض اا الطفل المنغولي يبقى ما ننقلش الجنين ده لا احنا ننقل جليل سليم او ان احنا نستنى لغاية ما اا يوصل جنين ده ليوم الخامس في الوقت ده وات نقدر ناخد كمية اكبر من الخلايا من الغشاء اللي هو بيبقى موجود اسبوتروفوكتديرب ناخد الخلايا دي ونبعثها تتحلل بطريقة اداء ونبص على الجينات الموجودة والكروزومات الموجودة دي كلها ايه ونشوف لو هي حملة للمرض الوراثي يبقى نقدر ان احنا نستبعد الجنين ده لو هي سليمة نقدر ان احنا ننقل الجنين ده للأم وبالطريقة دي هيت نقلل من انتشار الامراض الوراثية احنا فيه عندنا نوعين كبار قوي لو مثلا مرض بيجي في الولاد يبقى احنا نختار على طول الجنين البنت او العكس لو مرض بيجي للبنات يبقى نختار الجنين الزكر وده نحليل وننتظر النتيجة نلاقي الجنين امرأ واحد جاي انه حامل الصفة الوراثية اللي هتجيب طفل عنده زي ما انت قلت مثلا الدوشان اه او انه عنده انواع حامل لمرض اه 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 المرض ده فنستبعد ده لما نلاقي انه هو سليم نقدر نحن نقله والحقيقة ده بيجنب اصر كثيرة اه مشاكل غير طبيعية يعني احنا عندنا حالات اه الطفل فيه طفل عنده ثمان سنين كل وزنه 11 كيلو يعني اه 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 شايلين وما بيقدرش يتكلم وده نتيجة لجين اه مشكلة معينة في جين معين عمل تحليل الكروموزومات بتاعته ولما طلع لنا طلع اه يعني كان عندها 8 اجنة تحللوا واحد اللي سليم وانا قلنا وحملته جابت ولد سليم انما اه لو احنا ادينا فرصة للطبيعة كان كل 8 بيبي هيجي واحد سليم اه نسبتها كل مرات 10% فالاحتمالات ضدها تماما فده مثال بسيط عن المشاكل اللي ممكن ان هي تحدث ونقدر نتجنبها ده نوع كبير اوي من الفحص الوراثي اللاجنة في ناس تانية عملت اطفال انا بيب مرة واثنين وثلاثة اللاجنة شكلها كويس اوي ومع ذلك ما بيحصلش منهم حمد دول بنعتقد ان ممكن يكون اللاجنة بتاعتهم فيها مشكلة فبنعملهم فحص وراسي عشان نشوف حال الاجنة دي هي فيها مشكلة او لأ لو فيها مشكلة ما فيش داعي ان احنا نعز بالست ان هي تفضل تستنى اسبوعين تاخد حقا ومستنية نتيجة حمل ونقولها من الاول الاجنة فيها مشكلة لو فيه اجنة سليمة نقالها فدول النوعين الكبار الموجودين هلنعملوا لكل العينين لغاية دلوقتي الحقيقة مفيش توصية بان احنا نعمله لكل العينين لانها بتكلف كتير اوي وبالتالي العدد قليل اوي اللي بيطلع بازطر في الناس الطبعية فاحنا بنعملوش لكل العينين بنعمله يا اما لناس عندهم تاريخ في العيلة او عندهم طفل فيه مشكلة ادواردز جاله مشكلة قبل كده او ان ست تكرر الاجهاض عندها او اتكرر ان احنا بننقلها اجلنا شكلها كويس ومع ذلك ما بتمسكش ده ببساطة شديدة قصة الفحص الوراثي لاجلنا دايما بنفكر وكتير من الكابلز بفكروا فيه مدى دقة هذا الاختيار الاختبار بص اقول حريك على حاجة يعني الاختبار كاختبار بتاعته حالية 28 مائة احنا النهاردة بنتكلم عن اللي هو يعني احنا كان عندنا الجنريشن الاولاني الجنريشن بتاعتنا النهاردة الاختبار الى حد كبير اوي دقيق تماما وخصوصا في الحالات اللي عندها امراض انما هو المشكلة ان ربنا خالق السيستم في الجسم ان الجنين ده ما كانش هيكمل على اي الاحوال او ان الخلايا اللي فيها مشكلة بيطردها برا الجزء اللي هيكون جنين فممكن يبقى فيه جنين فيه خلايا كويسة وخلايا وحشة وعشان كده بنفحص عدد كبير من الخلايا عشان الى حد كبير يبقى فيه توافق بين الاتنين السؤال التاني لو المشكلة في الحيوانات المنوية هل فيه فحص وراسي الحيوانات المنوية هو الفحص الوراسي للحيوانات المنوية الحقيقة موجود بس ملوش قيمة كبيرة لانه الحيوانات المنوية اللي هنفحصه مش هنقدر نستعمله لانه وانس انه اتفحص مات فعادة بنعمل فحص للأبهات اللي عندهم مشكلة في الحيوانات المنوية عشان نشوف كرونزومات بتاعتهم ولو طلع عم عندهم مشكلة بنفحص الأجنة عشان تأكد انها سليمة قبل من رجعها دايما السؤال برضو المصري الكلاسيكي هل الفحص الوراسي الأجنة يؤثر على الجنين لا هو ما يقصرش على الجنين نفسه وعمره ما يعني وانس انه هو عاش ونمى بعد اللي احنا عملناه خلاص ما بقاش في مشكلة لان احنا لو اخدنا الخلية دي في اليوم الثالث فاحنا عادة بننقل بعدها بـ 48 ساعة يعني بننقل في اليوم الخامس فالجنين اللي هيكمل ويبقى شكله كويس مش هيأثر عليه ونفس الكلام بالنسبة لو خدنا فحص في اليوم الخامس دول عادة بنجمد الأجنة ونرجع نرجحهم في دورة تانية انما هي المشكلة الاسسية ان الناس دي بيبقى في موازن الحين عندهم مشاكل وبالتالي النسبة الأجنة اللي بتبقى سليمة عندهم بنطلع زي ما قلت من شوية تمانية نلاقي واحد سليم او العكس اننا نطلع خمسة ستة نلاقي هو طبعا انت لما بتنقل جنين سليم بتبقى نسبة الحمل بتاعته أعلى انما قدام ده في ناس ما بيتنقلهاش فانت لما تحسب نسبة الحمل للناس اللي احنا نقلناها لهم هتبقى أعلى انما يعني هي فيها إلى حد ما لعبة باللاحظة شوية يعني احنا معظم الأجنة اللي بنالها ما بنفحصهاش اللي احنا بنفحصه بنتأكد ان هو سليم فبننقل الجنين سليم فتبقى النسبة فيهم طبعا أعلى لكن لو حسب اللي احنا فحصناهم و اللي ما فحصناهم شوية في الآخر بتقريبا زي بعض النتيجة بتظهر ليه ساعات بتتأخر النتيجة على حسب احنا بنضور عليه يعني في تحليل بتبقى نتقى 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 ندر قوي عقبال ممكن نجيب مخصوص المادة اللي بنستعملها عشان تبين ان اللي بدا فين فبعض احيان احنا والحقيقة الاساسة بتوى الفحص بتاع الكروميزومات هما اللي بيساعدونا في ده فاحنا بنضطر نجمد اللي جينا عقبال ما نعمل الفحص والفحص عادة بياخد وقت فبننقل في دورة تانية والنهاردة بقى جزء من المركز عندنا عيادة وراسة يعني في دكتور وراسة موجود يعيادة عشان الحالات اللي عندها مشاكل يقدر ان هو يشوف هون شوف هتحتاج انهي نوع من الفحص الوراثي لما نعمل حقن مجهاري وده بقى جزء متمم لعملنا واحنا بنشتغل في الحقن المجهاري اه اخت اكتر حاجة ده التجميد يعني ده ده التجميد اللي بيفيد جدا في الحالة دي لان من غير التجميد ما كناش نقدر نعمل الفحص ده شريك نجاح بالزبط كذا اي اكتر حاجة بتشوفها في الفيلد الطب دلوقتي حدوك مدايقات فيما يتعلق بالفحص الوراثي ان هو بالجزء منه بقى يكون ماشية انا انا قلت من دايتين ان في حالات معينة احنا بنعمل لها الفحص الوراثي اه في ناس مقتنعة انه انه ممكن نعمل فحص لكل الاجنة عشان نزود نسب الحمد مناقش علمية لا تنتهي اه هي اه ممكن تبقى ليهم وجهة نظر علمية محترمة في هذا المكان لكن في نفس الوقت احنا بنحمل تسعين في المية من المرضى تكاليف مريعة في هذه الفحصات بدون اه نتيجة ملموسة في اه زيادة نسبة الحمد فالغاية الوقت على احنا مقتنعين انه هو بنعمله في لما يبقى فيه مشكلة او في حاجة انما كل الناس لغاية النهاردة علميا ما حدش قدر يزبط انه ممكن يبقى ليه فايدة الحقيقة وجودك معنا اضافة هائلة لينا واضافة هائلة للعلم الطبي المنقول على الصورة انا بشكرك شكرا جزيلا العافية وقبولك دعوتنا شرف كبير لينا ان يكون ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة والرائد القدير في عالم الاخصاب المساعد وعلاج العقم وتأخر الانجاب استاذنا استاذ دكتور محمد يحي استاذ امراض النساء والعقم بكل الطب بجماعة الشمس ورائد الحقن المجهري والاخصاب المساعد صاحب التواجد الرائع في المنصة العالمية المنصة الشرفية العالمية لهذا شديد التعقيد شديد التقدم خليكم دايما فهمين ده وخليكم دايما مع دكتور